تحياتي لكم جميعاً أغلب الناس تفكرهم عن الصيدلة أجزخانة والأدوية بتاعتها بس في الحقيقة دي معرفة سطحية تماماً والصيدلة مش مجال واحد بس ده هي مجالات كتير جداً هنتكلم عنهم باستفادة في برنامج أجزخانة وطبعاً في كل حلقة حبتزي أن أنا أتكلم معاكم عن معلومة صحية لأن الغرض الأول والأخير من البرنامج إفادتكم وبالنسبة لحلقة النهاردة حيكون معنا أخصائية التغذية العلاجية دكتور بسانت رامزي وفي نفس الوقت كمان هكلمكم دلوقتي عن حاجة مهمة جداً 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 وهي زيت الزتون زيت الزتون هو من الحاجات اللي ليها فايدة كبيرة جداً 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 لأنه هو أنساتيوريتفاديأسد أحماض ضهنية غير مشبعة وفي نفس الوقت كمان بيعالج الكوليسترول العالي جداً بيبتزي أن هو يقلله وفي نفس الوقت كمان بيعالج أمراض الألب وبيحمي القلب من أمراض كتير جداً في نفس الوقت كمان أنتي أكسيدنته مفيد جدا للشعر والدوافر والبشرة وليه فايدة كبيرة جدا وعظيمة جدا بس دايما نقول ان الاستخدام الصح بتاعه معلقة واحدة بس على مدار اليوم كله فيه ناس كتير جدا جدا بتتلغبط لغبطة وان هما يعملوا ايه؟ يبدو ان هما يجيبوا كباية زي الزتون ويدلقوها مثلا على السلطة قبل ما يكلوا او اي وجبة قبل ما يكلوها يبدو يدلقوا عليها زي الزتون وده غلط تماما لان احنا عارفين ان جسمنا في انزايمز الانزايمز دي بتبتدي انها تأكس الزت الزتون لما يدخل بكميات كبيرة جدا لجسمنا ويتبتدي تتكون مواد كارسينوجينك تسبب لنا كنسر في نفس الوقت كمان الناس بتوعي الدايت وبتوعي الرجيم بيبتدوا يقولوا ان احنا هنبتدي ناكل الاكل بتاعنا بزيت تمقلي وزيت المقلي ده يكون زيت زتون ده غلط تماما لان الزيت الزتون ما ينفعش يتحط على النار لانها لما بيتحط على النار بتبتدي تطلع ابخيرة سمة وفي نفس الوقت كمان تبتدي تتكون مواد كارسينوجينك لما تدخل جسمنا برضو تسبب سرطون وده بسبب ان درجة احتراق زيت الزتون من 160 ل195 وطبعا درجة الغليان بتعذي بكتير جدا درجة احتراق زيت الزتون فعشان كده بنبتدي ان احنا نقول ان زيت الزتون مهم جدا 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 بس لازم 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 نستخدمه استخدام الصح بتاعه وطبعا هنبتدي ان احنا وردو نتكلم عن حاجات كثير جدا في التغذية بس هيكون مع اخصائيات التغذية العلاجية دكتور بسان ترامزي اللي هتكون معاينا بعد الفصل خليكم معاينا كنا لست بنقول قبل الفصل ان صيد الله مش مجال واحد بس مجالات كثير جدا فمعاينا في حلقة النهاردة خريجة صيدلة وفي نفس الوقت اخصائية التغذية العلاجية دكتور بسان ترامزي واللي هنتكلم معايا عن مواضيع كثير جدا تخص الحرق تخص السعرات الحرارية انظمة غذائية مختلفة هنتكلم معا عن حاجات كثير جدا بس قبل اي حاجة اهلا بك يا بسان تعمل ايه؟ الحمد لله نورانا النهاردة شكرا مرسي وبنسبة بقى الشتا والتكتكة اللي احنا فيها دلوقتي قولنا الحرق في الشتا بيزيت ولا بيقل هو معظم الناس فاكرة ان الشتا احنا بنجوع الشتا احنا بنجوع كثير قوي طب انا بدخن اصل الحرق بيقل يعني هو ده معتقد انش شوية فاكرات بس هو الحقيقة ان في العادي اي جسم بيبرد او طبيعة الجسم ان هو بيحاول ان هو يحرق سعرات ويحرق وعضاء الجسم بتتحرك ان هو يدفي نفسه فالمغزون اللي عندي في الجسم من الاكل هو كربوهايدريت بروتين نشوية دهون الجسم بيحاول يحرقه فلما بنحرق الاكل اللي عندنا والمغزون الجسم بيجوع فبيبقى عايز اكل فهي الفكرة ان الناس بتفتكر ان الشتا بيجوع فالشتا انا بيكل فيه كتير عشان انا حرقي بيقل لا هو الجسم بذل مجهود ان هو يحرق الطاقة اللي يحرق المغزون اللي عنده فيديله طاقة فيطفى فبيجوع هي بس الفكرة كلها ان هما يحاولوا يزبطوا ان هما ما يكلوش في اي وقت في اي وقت هما حاسين ان هما جعنين فيه ده مش صح المفروض ان هما يضحكوا شوية في الوقت الوجبات يعني على الاقل يبقوا ثلاث واجبات رأسيين واثنين سناك ويلتزموا بدا هما حاسوا انه فيه جوة جيادة شتا بيجوع والله عزيزي لا مش بيجوع ده مش حقيق هو المخف العادي بيرسل اشارات للجسم ان هو جعن بس الجسم ما بيميشت اوقات كتيرة جدا ما بين الجوع والعطش ممكن يكون عطشان اغلب الناس اصلا ما بتشربش مية في الشتا خالص فنجرب ان احنا نشرب مية الجسم المخف العادي ما بيفصرش ما بين الاشارات بتاعت الجوع والعطش واغلب الناس بتفتكر ان هي عايزة تدفع فانا هاكل بقى حاجة دفيني طب هاشرب شربة طب هاكل شوكولت طول ما هي قاعدة بتاكل كانين هما ممكن ياكلوا اكتر ساندويتش ياكلوا عيش ياكلوا رزوم موكرونا الحاجات دي في العادي ماينفعش يحصل ده في الشتا نحاول على الاقل نو كنترول حاجة زي دي بمعنى ان احنا عارفين ان احنا بناكل ثلاث واجبات رأسيين خلاص اتس اوكي نلتزم بيها طيب احنا جعانين في النص شوية ناكل اتنين سناك نلتزم بيهم ما نزودش تعدادة القراء تمام في ناس بتقول ان الاكل بعد الجم بيتخن وناس ثانية بتقول ان الاكل بعد الجم بيخصص الاكل بعد الجم بيتخن ولا بيخصص هو الجم محتاج اكل قبله واكل بعده طبعا كل ده بيتحسب على حسب النظام الغذائي المخصص لكل شخص فينا يعني حتى يعني ماينفعش ان يبقى فيه نظام واحد كل الناس بتمشي عليه كل واحد بيعمل رياضة بالذات مش ان هو بيخص بس مش اكتر لازم يكون ليه نظام غذائي لوحده طيب بيبقى فيه قبل الجم اكل حاجة تبديها طاقة حاجة تبدي طاقة وفيه بيبقى بعد الجم اكل ده اساسي طيب الناس ليه ما بتاكلش الناس بيبقى بيبقى شوية فاكرة ان هي انا عملت مجهود فانا خسيت فانا مش هينفع ارجع اكل بس احنا بنعمل حاجة في الجم اه معظم الناس ما بتلتزمش بساعة ونص فالناس بتكتر فانس ان احنا عدينا البيك بتاع ساعة ونص فالجسم بيبتدي يكسر من عضلات جسمه يعني الجم فطرته مفروض ان هي ما تزدش عن ساعة ونص ساعة ونص ساعتين ماكسمام ما تزدش عن كده بعد كده الجسم بيبدأ يكسر عضلات طيب احنا قعدنا ساعة ونص ساعتين طيب انا محتاجة اعمل ريكوفري للعضلة محتاجة اغزي الجسم فبيبقى الجسم محتاج جزء من البروتين والنشويات والخضار وفيه بعض الاجسام التانية بتبقى بروتين وخضار هي بتختلف طبعا من نظام للتاني لو انا ما ك期 š pää clams ما هياها حصل اولا لوا انا بلعب عضلة معينة تشصية عضلات اكتر يعني ممكن تقعد اكتر من 48 ساعة انا جسمي واجعني العضلة اللي انا بلعا بها جسمي واجعني خصوصا لو كانت عضلة كبيرة زي الاهيا الوقت دي ولدار والشاس دي عضلات كبيرة تحتاج لوحدها 48 ساعة بيเลย طيب انا ما كالتش عيش يحصلو بها فممكن تاني يوم عيش في الجم طيب استرام كسنا مش هروح وده بيحصل الناس ممكن تلاقيها اول يوم واثنين راحت الجم ولعبت وبس مكلتش رابع يوم مش قادرة بتريح عشان كده دايما دايما ان احنا فعلا لما ننزل نجري نروح الجم اي حاجة نلاقي ان احنا تعبنين جدا وعضلاتنا فعلا نلاقيها شد علينا جدا 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 موضوع ده ان احنا فعلا دايما بعد الجمه ما بناكلش لا لازم نرجع ناكل على الاقل منموم بروتين والخضور الجسم التاني فيه اجسام ممكن نحط لها نشويات لان طبعا الجسم بيحتاج نشويات بس فيه اجسام تانية اللي هي بتبقى على حسب نظامها الغذائي والكمية المتحددة لها اجسام تانية ما بتحتاجش نشويات بعد التمرين طوام يا بسان بسان انت فيه ناس كتير جدا 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 الحرق عندهم بيبقى ضعيف قوي بيبتدوا ان هم مثلا يكلوا علبة زبازي بلمون علبة تونة وحاجات كتير جدا وعلى مدارة طويل نيجي نبص نلاقيهم خصوا نص كيلو كيلو حاجة بسيطة جدا ممكن ما يخصوش كامل فالحرق الضعيف ده اسبابه ايه هي الفكرة كلها انه الحرق محدش ينفع يقول ان الحرق عندي ضعيف من غير ما يعمل اشعة او من غير ما يعمل تحاليل طيب التحاليل دي بتبقى ايه اهو ايه اسباب ان الحرق بيقل الغذة دي اهم حاجة واهم سبب ان الشخص لو حس ان هو بيعمل ضعيف وبازل مجهود فيه بس مفيش ريزلت فاول حاجة بيبتدي يحللها الغذة ونشوف ساعتها هي السبب في ده ولا لأ فيتامين دي فيتامين دي من اكتر الحاجات اللي بتقلل الحرق نعلمش بسانت نقطة بس وتحليل الغذة اللي هو الـ TSH والT3 والT4 صح اه وفيتامين دي فيتامين دي كمان لو هو نثبته قليلة بيقلل الحرق جدا وبيعمل ارهاق وبيعمل كسل فلازم الاول عشان نقول ان الحرق قليل لازم الاول نحلل الحاجات دي طيب انا اطمنت اعمل ايه عشان الحرق اقلل هي الناس لما بتبدي تاكل في العيد هي بتاكل بالليل وبتتعشى كتير فلما بتيجي تبدي دايت بتاخد زبادي عليه لمون بالليل بس انا كنت بتعشى مثلا بيتزا كنت بتعشى ساندوتش ومرة واحدة بقيت بتعشى زبادي فهو انا طبيعي خص بس هو الزبادي باللمون ما بيعملش اي حاجة ما بيعملش احاجة الزبادي باللمون لا خالص هو بس بيشغل انزيم واحد لا احضر واحد اصطفوا يعني يعني الزبادي باللمون كل الناس تعمل ضايت بتبدي نية تاخده قبل ما تنام دا مش بيخصص او ما بيخراج هو بيشغل انزيم معين في الجسم بيهدم الاكل لكن مش بيخصص منطقة معينة هو بيخصص لي عشان انا طبيعة جسمي كنت باكل كتير جدا مرة واحدة باكل زبادي باللمون بالليل فانا هخص طب انا عايز اعرف حاجة دلوقتي ايه دكتور بسانت بقى الاكلات والمصروبات اللي بتتعد على حرق الاكل قصيا مش عايز افجقك بس هو مفيش حاجة اسمها برضو اكل وشرب بيزود الحرق يعني هاي حاجة بتبقى يعني ضايت كده معين او نظام غذائي بيكتدي ان احنا ناخده ده بيحرق الاكل الحاجة الوحيدة اللي بتزود في الحرقة والحاجة بعد ما بنتطمن على التحليل ان احنا ناكل كل 3 او 4 ساعات واجبة حتى لو صغيرة المهمة ما نسيبش وقت كبير قوي ما بين الوجبة والتانية ليه لما بيحصل ان ناخد مثلا واجبة وبنعدي اكتر عدد ساعات ممكن وابنا كلش الجسم بيعمل حاجة اسمها ريزستنس ان هو بيحس ان هو داخل في مجاعة طيب انا كلت الوجبة اللي بعدها ايه اللي بيحصل الوجبة دي ما بتتهدمش الوجبة دي الجسم عارف ان الجسم ده بيجوعني فانا هخزينها كلها طبعا فالاكل ما بيتهدمش فاللو الناس فكرة ان مثلا انه احنا هنقلل الاكل قوي طب انا حارم نفسي وما بخصش ليه طب انا يا دكتور ما باكلش خالص بس ليه ما بخصش لا احنا ما بنخصش عشان في جاب كبيرة جدا في عدد الساعات ما بين الوجبة والتانية فالجسم بيبقى مفسرها ان مفيش اكل في مجاعة فاي حاجة هتدخل هو هيخزينها عشان قدام هو هيجوع طب دكتور برسانت هو ده لي علاقة بالصيام المتقطع يعني انا عارف دايما ان الناس بتاعنا ضايت بيتكلموا عن حاجة اسمها الصيام المتقطع هو بيبقى ليه فايدة كبيرة جدا في الحرق فممكن تكلمينا عنه وتقولنا ازاي بيساعد ان ما يحرق لاش السيام المتقطع ليه كذا نوع منهم ان احنا هو ممكن نصوم اتناشر ساعة فبنا ناكل اتناشر ساعة او نصوم اربعتاشر او نصوم ستاشر بنبتديها في الاول على حسم يعني قدرة الجسم ما بنبتديش طعم بستاشر لان احنا ساعتها بناكل تمن ساعات بس فبنحاول ان احنا نبتدي بتناشر وبعد كده باربعتاشر ساعة سيام وبعد كده ستاشر ساعة سيام في التمن ساعات دول المفروض ان احنا مش معنا كده ان احنا ناكل اي اكل لا احنا لازم ناكل اكل صحي بس في الاغلب بنستغنى عن وجبة يعني لو هو فطار غدا عشاء ما بيكونش فيه وقت كبير قوي ان احنا ناكلهم فممكن يعني على حسب الوقت والاحتياج بتاعه ممكن فيه شخص يستغنى عن الفطار وفيه شخص يستغنى عن العشاء طيب السيام المتقطع ليه فايدته ايه؟ الجسم بيقعد اتناشر ساعة بالزبط يستهلك الاكل اللي هو يعني كله في اخر وجبة او الاكل اللي موجود طيب بعد اتناشر ساعة ايه اللي بيحصل؟ فاضل اربع ساعات على الستاشر ساعة الجسم بيبتدي يحرق المغزون بس المغزون ده من ايه؟ من الدهون بس فهو اكتر حاجة افاكتف للناس اللي محتاجة تخص وكبداية ممكن نبتدي حلو جدا بسيام المتقطع ممكن نكمل عليه اه بالضبط كده يا دكتور يعني كمان انا بشوف ان هو السيام المتقطع ده ان انا مش بحرم نفسي من الاكل ليه كمان مصطلح اللي هو فاسسنج ان فيسنج يعني اللي هو السيام وفي نفس الوقت كمان الاكل يعني انت بتعمل حاجتين مع بعض بحيث ان انت تمشي ان يكون جسمك سليم انت مش بتحرم نفسك من حاجة اه بنلجأ للضايت السريعة فلو احنا خصينا وزن كبير جدا فحتى لو وقت قليل اه الجسم مجرد ان هو ما بدأ يأكل تاني حتى لو اكل صحي حتى لو بسعرات معينة بس هو كان حارم نفسه يعني مثلا انا كنت مشي على ضايت 500 كالوري في اليوم طبعا ده لو كالوري ضايت فانا اكيد اخس اخس عشرة كيلو في الشهر طيب لما نرجع للنورمل تاني مثلا 1000 كالوري او اكتر فهو ده الطبيعي بس هو اكتر من اللي انا كنت ماشي عليه فهدخن فاول حاجة ان احنا كنا ممكن نكون خصينا بطريقة سريعة جدا وكبير جدا في وقت قليل فطبيعي هدخن طيب ايه الغلط التاني اللي ممكن يعني معرفش اثبت فيه وزني بعد اما خصيت ان الناس بتتخلى تماما عن كل العادات الصحة اللي هي كانت ماشي عليها وقوات كتير قوي نس ما بتروحش رياضة ما بتكملش في الرياضة في نس بتروح بس الرياضة في شهور الصيف ما بتروحش في الشتاء او مثلا بتمرن شهرين في السنة في حاجة كمان في حاجة كمان ان احنا دايما بنقول الرياضة ناس كلها بتبقى فاكرة ان هي لازم تروح جن تروح مثلا تنزل تجري او حاجة زي كده احنا ممكن بنتكلم ان الرياضة دي تبقى حاجة في حياتنا اليومية احنا مثلا بنحضر مثلا صفرة الاكل ندخل طبق يعني بدل ما ندخل الاطباق كلها مع بعض نبتدي طبق 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 او نتحرك او نجيب حاجات معانا في البيت يعني ممكن ممكن مثلا للامهات مثلا ازازة مية ازازة مية كبيرة اتنين نعمل بيها تمارين للايد بدل الدمبل ازاي في الجم بقيت حاجات دلوقتي بتتباع اللي هي المقاومة ممكن نستخدمها في البيت ففي كذا اوبشن لو احنا مش عارفين ننزل الجم نقدر نعمل على القل من منص ساعة في اليوم حتى لو في البيت بالضبط كده كمان بقى حاجة اليوم الفري اليوم الفري ده يوم الهروب بالنسبة للناس اللي همها بيعملوا ضايد ده بالنسبة لهم اهم يوم تقريبا في الاسبوع كله يبتدوا انهم اول ما يصحوا اول حاجة يعملوها دخلوا يفتحوا الثلاجة على طب ويبتدوا انهم ياكلوا 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 من غير ما يحسبوا اي كالوريز من غير ما يحسبوا اي حاجة فهو ايه النظام او ايه الديت اللي مفروض او مش حقول بقى طبعا الديت يعني ايه الحاجة اللي مفروض نمشي عليها يوم الفري هو هو يعني بلاش كلمة اليوم الفري لان للاسف هي فعلا الناس بتسحى الصبح تاكل لحد دم ما بتنام بحقيقة هو يستحسن ان هو يكون واجبة وطبعا على حسن ما الدكتور بيبقى يعني كاتب هالو او ممكن كمان فيه دكتور بتحب تكتب هو هيكل ايه بالظبط في الواجبة الفري طيب انا الدكتور مش كاتبلي هيكل ايه في الواجبة الفري واجبة واحدة بس او واجبة واحدة بس تحكرة ما هو انا عملت في الاسبوع وكاكا الجسم في العادي بيحتاج بريك بيحتاج اكل ما هو لو واجبة هو اخد البريك بتاعه ورجعت تاني طب لو اخد طول اليوم ثلاث واجبات يعني لو انا باكل او لو انا باكل مثلا الف ومتين الف وخمسمائة كالوري اليوم ده انا ممكن عدي فيه خمس تلاف كالوري هيروحوا فين؟ يعني انا كمان اسمع ان الرنجة والتسيخ تقريبا الحاجتين دول ماينفعش يتاخدوا حتى في يوم الفري ان هما بيعملوا يوريناري ريتنشن نواق احتباس في البول بتاعهم فيبتدي ان هو يقلل الحرق تماما تماما ويحبس مية وبنبدل نشرب مية وبنكل معي عيش وبنكل معي عيش كمان ناس بتقول ان هو ممكن يخصص او يتخن يتخن اتنين كيلو او تلاتة كيلو في اليوم الواحد في المرة في ناس كمان ممكن تاكله تلاقي نفسها يعني تخنت خمسة كيلو لمجرد ان هو حبس مية كتير جدا كمية ملح رهيبة ودخلت الجسم فهو حبس مية فزادت خمسة كيلو فاليوم الفري يعني احنا مش هنحرم جسمنا من حاجة احنا ممكن طول الاسبوع نفسي في حاجة عشان مغلطش فيها نكتب نوت مثلا لما يعني جسمنا وزنه بيزيد من الرنجة والفسيخ بيزيد في منطقة معينة ولا في انتشافي او بزيد كله في جسمنا كله مش منطقة معينة مثلا يكون الاملاح يعني مش البطن مثلا ان هو يكون مثلا املاح فتتركز هنا هي الاملاح تخزنت في الجسم كله خزنت في الجسم كله ان هي تمام لكن طبيعي انا كلت مثلا بطني زادت بس هو مش عشان هو تخزن هنا بس انا كلت كتير قوي فهو الاكل يعني فبطني فبطني بس حاجمها زادت شوية فيعني لو انا نفسي في حاجة يوم يعني طول الاسبوع ممكن نكتبها في ورقة ويوم الفري ندقها طيب لو مثلا انا كلت الوجبة بتاعتي او الوجبة بتاعتي جبتها جبت فور كزامبل بيزا طيب مش شرط نخلصها لو انا شبعت بعد ثو بيزا بعد الكتاعتين هي حلوة قوي طب انا هكملها لا نقولي حاجات طعبة والله لا نقوم يعني نجيب او بنجيب الكبيرة نجيب الصغيرة نبتديها واحدة واحدة بيزا مشكلة طيب انا شبعت من اول كتاعتين ثلاثة خلوس يعني خلوس ساعتها بنوقف ونقوم من على الاكل زي ما عندنا اقراضة ان احنا نخص وان احنا تعيبنا طول الاسبوع وان احنا بازلنا مجهود فقد ايه في ان انا اخص الكيلو او اتقفر الاثنين كيلو بلاش اضيعه في وجبة او بلاش اضيعه بلاش اضيع المجهود فلاحظة كده ممكن اتحكم بنفسي زي ما انا قادر اتحكم في نفسي طول الاسبوع ممكن اتحكم في نفسي وجبة الفريد طيب برضو عايز اسأل عن حاجة في ضايت لتخصيص منطقة معينة في الجسم يعني تخصيص البطل عرداف منطقة معينة مفيش؟ مفيش حاجة اسمع كده خالص هو اللي بيقسم او بيعمل شيبنج للجسم او منطقة معينة بتخص هي يا رياضة يا جهزة تخصيص موضعية او لكن ضايت معين يخصص منطقة معينة في الجسم نا لا بتنا عرف ان الجاري الجاري بقى هو تقريبا اللي بيوزع تقريبا الجاري بيحرق سعرات كتيرة جدا بيوزع الحرق على الجسم كله بيحرق كل عضلة وكل منطقة في الجسم فهو بيحرق بيحرق من كل الجسم وكل عضاء الجسم فما فيش حاجة بتتخزن فيه بشكل واضح او صريح يعني اي حد بيجري هتلاقيه حتى شوية سلم يعني هتلاقي كل عضلات بتاعته بينا الجاري بيشغل كل عضلات الجسم يعني الجاري ممكن يكون احسن من الجم كمان الجاري لا لا ده حاجة وده حاجة ممكن الجم بمسمى الرياضة مهوق الجم في كذا حاجة ممكن كلاسز ممكن نحضر زومبا الزومبا بتحرق جدا طيب فيه ناس ما بتحبش الكلاسز فيه ناس بتحب شوية على ان هي تمشي برا على التريدميل المشاية او القرب تراك او كده طيب نعمل ايه لو انا مش قادر اجري يعني فيه ناس كبيرة ومتعرفش تجري ممكن شوية في المشاية التريدميل بنرفعها شوية انكلين ونبتدي نمشي عليها بس طبعا ده بيبقى على حسب الشخص ووزنه لان ده ممكن لو ترفعت بنسبة كبيرة شوية بتأثر على الركب طيب احنا ممكن مش قادرين نرفعها ومش قادرين نجري نعمل ايه نعلي الهارت ريت فالهارت ريت ده بيخلي الدورة ده مويتش طال كويس فبيزود الحرق لو احنا وعندناش الابشن ايه نحنا نجري طيب فيه حاجات تانية في الجم تتعمل التمانين مقاومة الحديد ما بيطلعش عضلات للبنات احنا عمرنا ما هنطلع عضلات زي الولاد يعني بيشد الجسم تقريبا لو فيه اي ستريتشس او اي حاجة زي كانت بيشدها مش كده بيشدها بيشد الجسم بيزود الحرق لما بنكل بروتين بعد الجم بالزيت بعد تمارين المكاومة دي اكتر حاجة بتزود الحرق في جسمنا فتمارين المكاومة طب سؤال برضو يعني احنا لما بنكل بروتين بعد الجم ده بيزود من الكتلة العضلية اه عشان كده بيزود الحرق مش كده بس هي الفكرة انه يعني انا دلوقتي انا عندي العضلات مثلا بنسبة اثنين سنتي والفاتس بنسبة خمسة سنتي طيب انا اللي عبت في الجم فحرقت شوية من الفاتس سنتي فبقت اربعة سنتي بس بعدت عن العضلات وفيه جاب ما بين العضلات والدهون طيب فانا مفروض اعمل ايه مفروض اكل عشان حجم العضلات يزيد طيب فلما حجم العضلات يزيد انا كده زودت الكتلة العضلية ممكن الناس بتبقى فاكرة شوية لما بتعمل تمارين مكاومة ان هي ثبتة في الوزن طيب بس هي مش ثبتة هي عضلات جسمها بتشد والفاتس بتنزل ممكن تكون شايفة ان شكلها كويس وهي شايفة ان هي خاصة الشابينج بقى حل بس شايفة الميزان ثابت ده مش انديكيتور ابدا ان هي ما بتخصش هي انديكيتور ان هي بتلعب تمارين مكاومة فشدت جسمها بالتمارين دي فالعضلات زادت والدهون قلت فده حاجة برضو صحية يعني الميزان ساعت لما بنلاقيه ثابت واحنا اصلا بنلعب في الجم مكاومة ده مش معناها ان هي ما خصتش بس الدهون قلت اعرف برضو الاستيام المتقطع اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه من شوية ان هو من الحاجات برضو اللي هي بتزود الكتلة العضلية مش كده بيزود الكتلة العضلية لا هو الفكرة كلها ان اللاربع ساعات بعد الاثناشر ساعة الاولانيين الجسم يبتدي يحرق دهون فبنقلل حجم الدهون في الجسم فبناكل ولو كان بروتين البروتين بيعود ده فان هو بيزود العضلات فبيزود الكتلة العضلية شوية بس مش قوي اللي بيزود الكتلة العضلية تمارينه مقامة في الجسم طب والجروس هرمون برضو في السيام المتقطع تقريبا ان هو بيزيد قوي عشان هو بيزيد تقريبا واحنا نايمين بيزيد واحنا نايمين عشان كده عدد ساعات النوم من اكتر الحاجات اللي بتأثر في لو حد بيحاول ينزل في الوزن ولحد على فكرة بيحاول يزيد في الوزن عدد ساعات النوم من اهم الحاجات اللي بتخلينا نخص نضبط الجسم يعني الناس اللي عايزة مثلا تتخن بيتخنهم والناس اللي عايزة تخص بيزيد لان هو بمستوى الانسلن بيتزبد وقته الجروس هرمون بيطلع ساعتها مستوى الكورتيزون بيبقى كويس البيك للنوم بيبقى المفروض بعد ساعة ونصف فحنا نحاول نزبطها بمعنى اين يعني لو حد داخل ينام ساعة ممكن يزحى مصدع ممكن يزحى تعبان شوية ممكن حاسس ان هو مش واخد راحته في النوم اول بيك من النوم بعد اول ما اكل اعضاء الجسم تقوم بمهمتها البيك ده بيحصل بعد اول ساعة ونصف فعشان كده ممكن ننام ساعة ونصف او تلات ساعات او اربع ساعات ونصف او ست ساعات فمنما معللالقل لازم الجسم يكون نايم من ست ساعات لسبع ساعات ونصف ماينفعش يقل عن كده لان الحرق بيقل لان هو بيأثر على حاجات كتير جدا فلو الشخص ما بينامش كويس وهو بيعمل دايت ورياضة مش هيخص هيأثر في الخصصان شوائد طبعم طبعم الساعات الحرارية بتختلف من الراجل للست للتفل هي بتختلف حتى من من ست لست من راجل لراجل كله بيبقى على حسب مجهوده يعني لو راجل كل حياته ان هو مثلا بينزل للشغل وبيرجع ده الكالوريز اللي ها بيستهلكها اقلب كتير من شخص بيروح للشغل وبيرجع يأكل بينزل جم بعد كي يرجع وينزل يخرج مع صحابه فهي من الراجل للست للطفل للمراهج بتختلف لو حد من مارس رياضة استنى للشباب مثلا لو هو بيعمل ومن رياضة رياضة بتختلف يعني لو هو بيلعب سباحة ليه كالوريز لازم يخدها اكتر من اللي بيلعب بسكت اللي بيلعب كرة قدم كل واحد بيختلف عن التاني وعلى حسب المجهود وعلى حسب الطاقة اللي هو بيبذلها فيهم فكل واحد لازم يكون ليه سعرات ولو طبعا لو هي ما بتتحركش او هو ما بتتحركش كتير الكالوريز اللي هو بيستهلكها بتبقى قل مستممكن مثلا يعني نقول مثلا ان البرجنانت ومن هي اللي ممكن تكون مثلا ليها سعرات حرارية مختلفة بتزيد شوية يعني مثلا تزيد بالزبط 300 كالوري مش كتير هي البس كتير ان احنا بناكل اتنين انت بتاكل الاتنين مش بتاكل الواحد الواحد اه حرام بيحصل حاجة دا دايما نحس برضو ان هما ستات البرجنانت قوي بيبتدوا ان هما يتخنوا يتخنوا بعد الولادة جدا ان فعلا فيه كالوريز كتير قوي تدخل لجسمهم عشان هما فرضين فيبتدوا ان هما يتخنوا الفوليوم بتاعهم بيزيد او هزان البرجنانت اللي حامل اللي هي سعرات مفروض تزيد بحزبة يعني كالوريز بتتزود لها واللي بتبقى حامل في بيبي غير برضو اللي بتبقى حامل في توقم التوقم بيبقى برضو الكالوريز اللي بتتزود لها بتبقى اكتر بس بتبقى حاجة بسيطة 300 كالوري دي حاجة بسيطة هي بس المشكلة انه احنا بنخاف عليهم قوي بزيادة فبنأكلهم عشان هي بتاكل لتنين مش بتاكل لواحد وبتبقى النتيجة ان لما هي يعني خلاص يعني الولادة بعد الولادة هي بتكون وزنها زاد جدا يعني لو بتاكل فعلا لتنين كان زمان الاكل نزل مع البيبي بس هي اكلت اكلت كتير جدا فلا لازم نتحكم في الموضوع عشان البرجمنت وومن من اكتر الناس اللي بتجيلها دي بريشن بعد الولادة بيجيلها احباط وبيجيلها اكتئاب سيراتونين تقريبا فيه هرمون تقريبا لا مش بكمان بسبب الهرمون بتبقى بسبب ان هي زادت في الوزن بشكل رهيب طبع وبتحس ان هي مش وثقة في نفسها بتحس ان جسمها تغير بتحس ان خصوصا لو كانت يعني يعني اشأتغير في شكل جسمها فهي بيجيلها احباط يعني حتى معروف الاكتئاب اللي بعد الولادة بس لو احنا مزبطين جسمنا ومزبطين اكلنا الموضوع يبقى سهل بكتير قوي فيه ناس بتخرج بعد الولادة زي ده 15 كيلو زي ده 20 كيلو تبقى مثلا هي في بداية الحملة بتبقى 70 تخرج من الحملة 90 فيه 20 كيلو زيادة طبعا ده بيبقى حملة غير كمان وقت البيبي على ظهرها وعلى الركب وعلى رقبتها كل اعضاء جسمها بتتقلم من الوزن الزيادة فلازم نبقى كيرينج بس وقت الحمل طب ما ينفعش ان احنا نعالج الموضوع طيب بعد الحمل ولا ايه ما احنا نعالج الموضوع بنخس بعدها على طول بس يعني نحاول هي كده كده طبيعي طبعا هتزيد وده بيبقى حاجة غصبة عنها حاجة من عند ربنا بس نحاول ان احنا ما نسبش نفسنا نزيد لدرجة ان انا ببتدي مشواري من التسعين او من الميت كيلو وانزل تاني للطبيعي بتاعي اللي انا اصلا كنت كمان عايز انزل عنه فالجسم بيهلك الجسم بيتعب جدا وعشان حتى كمان الوزن الزيادة وقت الحمل وهي خصوصا كمان البيبي ده اكتر حاجة بتأثر على ظهرها فهي لازم الحامل تاخد بالها كويس جدا من اكلها لان ده بيأثر على الظهر بشكل كبير وهي بتبقى تعبانة فالاكل بيفرق طب ويه الاكل اللي ممكن الفيجنانت وومن تاخده هي حامل الحاجات اللي هي المين يعني ديها المين اكتر حاجة اكتر حاجة ان هي تكتر الحضار تكتر الحاجات اللي بيبقى فيها سوديوم ماجنيسيوم كالسيوم زي البروكلي الجرجير الحديد زي السبانخ تاكل جزر عشان الماجنيسيوم مايحصلهاش اي شد عضلي كمان تاخد الافيئة دوية بتبقى يعني للحوامل يعني حاجات بيبقى فيها حديد حاجات بتاكل فيتامين بي حاجات بتاكل فيتامين اي هي من الاكتر ان هي تكتر الخضار والالياف عشان خصوصا ان هي في الاغلب بتحس بجوها شوية ممكن ساعتها تاكل خضار اكتر ما تلجأش ان هي تاكل حاجة مسكرة او حاجة تبقى فيها يعني تو متش كالوريز او حاجة فيها سكر كتير سعارات كتير فده بيتخزن في الاخر هي كده ما استفدتش منه وبتبقى يعني هي محتاجة لسه تاكل تاني تاكل الحاجة اللي هي تستفيد بيها اكتر تمام تمام هي ايه نسبة السكر والملح اللي المفروض اي شخص ياخدهم على مدار اليوم هو السكر من معلقتين لتلاتة الملح اليوم كله معلقتين لتلاتة في ناس كم كم مفروض تقطعه كمان يعني بيبقى على حسب طبعا يعني طبيعة الشخص وهل هو تعبان عنده مرض ضغط هل عنده الدهون زيادة الكوليسترول زيادة عايز اقولك ان السكر وملح هم سلح زوح الدين يعني مثلا لو احنا قطعنا ملح شوية ممكن يحصل شوية شدة عضالي بس مش مش بالصورة الكبيرة وهبوط كمان لا الهبوط مش من الملح لا على فكرة الملح مش دايما اي حد يمعانده هبوط على طول طول الترشي على طول مخلل لا يعني هم سلح زوح الدين لو انا استعملتهم بالطريقة الصح عمري ما هتقزي لو انا زودت اكتر لا يعني هتعب بس بي معلقتين سكر في اليوم طبعا انا هقولك حاجة انتي عارفة انه لو مسلا وقفنا سكر ايه اللي بيحصل اول حاجة ضغط الدم بيتزبط جدا نسبة الكوليسترول والدهون في الجسم بتتزبط نسبة ان انا اتعرض ان انا يبقى عندي مرض السكر بتقل العصبية والانفعال الكنسر كمان نسبته بتقل لان الكنسر ما ينفعش ان هو يطلع تقريبا غير في ميديم فيه سكر بالزبط هو بيتغزى على السكر الانفعال والعصبية بيقلوا النوم عدد ساعات النوم يعني دايما الاطفال بحبوش يأكلوهم بالليل شوكولت وحاجات فيها سكر لان هما يعني بيهيباروا جدا بالليل فما بيناموش طيب احنا قلنا السكر عدد ساعات النوم بتاعتنا هتتزبط وهننام بشكل احسن اوقات كتيرة قوي لما بناكل حاجة مثلا مسكرة او فيها تومة شجر سكر كتير بنقعد بالزبط ربع ساعة ونصف ساعة بنبقى تمام وبعدها بنبدأ نحس ان احنا عايزين ننام 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 جدا فالخمول اللي بيحصل بسبب ده بيقل فهو سلح زوحدين يعني لو زاد عن حده بيحصل كل المشاكل دي ولو ولو بالنسبة الصح مش هيحصل مشاكل بس هي في ناس كل ما تيجي تشرب حاجة مثلا عمدار اليوم معلقتين سكر يبقى توتل في اليوم ممكن عشر او خلق او خمستاشر طب والبيبسي بقى والعصاير والحاجات الدايت والحاجات دي كلها البيبسي لا البيبسي اكتر حاجة مؤزية يعني حاجة بجد بتدخل الجسم وبتخرج مالهاش اي لازمة مالهاش والجسم بيستفدش منها بالعكس يعني فيه ساعات بيحصل كريفنج الجسم محتاج حاجة حاجة زي البيبسي لو الجسم محتاج حاس انه عايز يشرب بيبسي ده معناه ان انا جسمي ناقص فيه كالسيوم مم فممكن اعوضه بان انا اكل بروكلي بروكلي بدل بيبسي او 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 صعبة قوية بس كانت تقولي حاجة صعبة والله لا يعني المخ بيبقى بيرسل اشارات ان هو عايز حاجة معينة طيب هو ما بيعرفش يفرق هو مش عارف اللي داخله ده بيبسي ولا داخله بروكلي بس هو بيبقى نقص في المادة دي فالجسم اللي حاجة دينالو بروكلي الكريفنج للبيبسي او ان انا عايزة بيبسي هيقل طيب لو انا محتاجة شبسي او انا عاوز ااكل شبسي معناه ان انا عاوز حاجة حدقة او حاجة فيها ملح شوية معناه كان انا محتاجة صوديوم كولورايد يعني الجسم تايم احتاج كولورايد ممكن ابدلها بان انا اكل ايه بقى سبانخ جرجير يعني ازاي الكريفنج السبانخ ازاي برضي يبقى صنعه بقى ما هو انا بقولي الحاجة للجسم اللي بيبقى محتاجها ممكن نحاول ساعتها مثلا لو احنا محتاجين بيبسي ممكن نبدل نأجل في عدد يعني الساعات لحد بما نوصل للغداء فالغداء ممكن اطبخ فيه بروكلي فالنيد ان انا اشرب بيبسي هتروح النيد مثلا للشابسي الحاجة الحدقة فانا قلت ان احنا ممكن نعوضها بسوانخ او جرجير برضو ممكن نأجلها الوقت الغداء او السلطة ممكن نحط الجرجير في السلطة فالمخ هيوصله ان هو وصله المادة نفسها طب ممكن كمان مشروب تاني نعوض بي مشروب نعوض بيه سكر يعني نعوض بيه سكر او حاجة يعني مشروب تاني نعوض بالبيبسي لا البيبسي سودة فيه بيبقى مية شوية نجيش حاجة مثلا تخلي النيد بتاعنا بدل بيبسي حاجة تانية بتبقى ضرارها عصير بروكلي صعب اي لا احنا ممكن نعمل عصير في البيت بس تكون عصير فرش يعني مبلاش حاجات معلبة لان احنا منبقاش عالفين كمية السكر اللي فيها لو عمالنا عصير فرش هيبقى بالنسبالي برضو كويس جدا نحاول نبدل كل الحاجات اللي فيها سودة بيبسي في حاجة يعني ناس كتير كمان على فكرة هي مش بتبقى عايزة نشرب بيبسي علشان هم مقنيت ان هم يشربوا بيبسي ده هم بيبقى عطشانين فيه ناس بيبدل مية بالبيبسي اه بالزبط فيه ناس كده ان هم فعلا بيعودوا ان هم عايزين نشربوا بيبسي احنا مش بنشرب بيبسي بسي خلاص ممكن نحاول نبدلها بعصير عصير ده هيبقى احسن يوم تابوا الفكهة يا بسان الفكهة مفيش مشكلة خالص ان الجسم يعني يدخله في اليوم تلتة اواربع مرات فكهة لاحظة بس يعني جنب معلقتين السكر ولا معاهم لا عمر السكر اللي بيدخل يعني ده نوع سكر وده نوع سكر بس هو ممكن لو محتاج حاجة مسكرة وفعلا محتاج عشان ما يلجأش ان هو يشرب بيبسي او يشرب او ياكل حاجة فيها زي كيك او حاجة مسكرة جدا ممكن يعمل توقع فكهة ممكن يعمل توقع فكهة وينوع فيه الفكهة مستحيبقى كتير طبق فكهة ولا ايه ممكن ياكل تفاحة تفاحة واحد ممكن ياكل موزة تقريبا كمان ان التفاح والبرتقان والحاجات دي كلها فيها انيولين تقريبا اعمل اعمل اللي هو بروتين الانيولين ده فبيتزي ان احنا لما ناكل حاجة جوسي زي تفاح زي البرتقان زي اي حاجة من الحاجات دي ونشرب بعدها كوباية مية بيتزي ان هو يعمل بوليوم في البطن بوليوم في الجسم جدا او او والفايبرز اللي فيها كمان بتخليهم ان هما حاسين بشبعة معظم كمان الحاجات اللي احنا بنحبها كسناك او الجسم يأكلها ما بين الواجبة الرئيسية والتانية تفاح في الاغلب اوقات كتير جدا منحطوا تفاح لان هو بيدخل الجسم لو احنا شربنا معاها مية بيمل حجم البطن شوية فبيحس بشبعة مدة طويلة فيه ناس برضو فاكرة ان الفكهة ممنوعة في الدايت او ان انا ما ينفعش اكل فاكهة في الدايت او اصلي الموز هاتخن اصلي ده سكر كتير فمش هينفع عمر ما السكر اللي هيبقى في الفاكهة هيبقى مؤذي زي مثلا لو انا اكلت كيك او السكر دي اول حاجة بس طبعا انا زي ما بقول الحاجة لو زادت عن الحد هي هتبقى يعني سكر كتير تفكت كمسها الغذائية وتتحاول الحاجة ثانية يا خون او لو زادت عن الحد لا يعني هو مفروض الجسم على القالية كل من ثلاث او اربع مرات فاكهة في اليوم طب سؤال بقى امتى امتى بقى يعني قبل الاكل ولا بعد الاكل الفاكهة مفروض تتخد ممكن نسناك في النص ما بين الاكل وممكن كمان فيه انواع انظمة غذائية بنحط اكل الاكل قبله فاكهة يعني انا هيكل فاكهة فبنعتمد ان احنا بنملأ جزء شوية من البطن فلما بيبتدي ياكل ما بيأكلش نفس الكمال اللي هو كان هيكلها يعني لو مثلا شخص لسه واكل حاليا قبل الاكل طفحتين امره ما هيكل نفس الاكل اللي هيكله شخص مش واكل طفحتين مثلا او واكل ام ثلاث فراولوت او اربع حخات او اربع مش مشات هو ملأ جزء من البطن لما الشخص بيملأ جزء من البطن كمية الاكل اللي هو هيكلها اصلا على الغداء هتبقى قليلة جدا لس كنت دايما نقرأ برضو ان الفاكهة بعد الاكل بتبقى توكسك قوي على الجسم او بعد الاكل عطول لا ماينفعش غلط تبقى توكسك او اذي نقط فترة قد ايه؟ يعني ساعة ونص او ساعة يعني ساعة ونص او ساعة ان احنا بعد الاكل وكمان فيه فكرة حلوة جدا انه لو مثلا حسينا بجوع شوية ساعة ونص او ساعة وما فيش اوبشن ان انا ما نقسل اكل فاكهة بس لسه فيه سلطة ممكن ناكل سلطة بعد ساعة ونص من الاكل الفايبرز اللي فيها بتملى وبتحسس بالشبع الخضار بيبدي اشارات للمح شوية انه هو شبعين فبيحس بشبع فبيعود وقت اطول تاني على ما بياكل الواجبال اللي بعدها تمام وكنت برضو بقر حاجة غريبة جدا ان الفاكهة لما تتاكل بعدد احاية دي غير لما تتاكل بعدد زوي لأ خالص ده كلام اي حاجة لأ لأ مفيش كده خالص طب وبالنسبة بقى للاملاح تتاخد ازاي على مدار اليوم يعني؟ الملح اللي حاول نزبطه هي بس بيبقى لها حسابات على حسب ودن الجسم وعلى حسب الجرامات بس عشان ما نحرمش الناس والناس تحس ان الموضوع معقد جدا يعني لأ نحاول نبقى كيرنج يعني مثلا ما يبقاش الاكل الملح قوي احنا ممكن نبدله شوية بفلفل اسود كمون توابل يعني بلاش نلجأ للملح بس ممكن نبدله بتوابل تانية طب والبهارات دي اصلا بتتخم برضو دي بقى جيدة نا لا لا مش بتتخم مش لدرجة مش زي الملح ما بتحبسش موية زي الملح يعني حتى الناس اللي بتيجي مثلا تأكل سلطة بتتدين هي تحط ملح كتير قوي على السلطة فقط ممكن نعصر لمونة طب مثلا الزبادي بالليل لو حطينا عليه لمونة وشوية ملح وخيار بقى ده ايه النظام معي لا الزبادي بالليل هو قويس جدا لانه لو احنا مثلا لسه واكلين مثلا يعني من وقت ولايل شوية من النوم الزبادي بيهدم شوية لان الزبادي بيطلع انزيم بيهدم الاكل بالليل فالدنيا بتبقى كويسة لما بنصحى بانتفاخ ما بنحسش ان البطن تقيلة لكن هو يعني هو هو قوي يزيق اهادي شوية بالليل بدل ما ناكل حاجة كبيرة بالليل ممكن الزبادي احسن ناكله بعدها طب الشاي والقهوة الشاي والقهوة دي من اكتر برضو الحاجات اللي الناس اختلفت عليهم ناس قالت ان الشاي والقهوة ليهم فايدة وناس ثانية قالت ان الشاي والقهوة ليهم ضرر ليهم بقى فايدة ولا ضرر كلمين عنهم يا بط زي ما قلتلك برضو قبل كده بان كل حاجة لما بتزيد عن حدها توبت ضإزال يعني بمعنى ان القهوة مثلا لو احنا شربناها كوبية واحدة في اليوم كوبية صغيرة مش هتقصر علي خالص نسمع كمان ان هي بتكوي عضلة القلب لما تتخد كوبية واحدة في اليوم كوبية واحدة في اليوم تكوي عضلة القلب وتدينا نشاط وتزود الحر كفاين اینتي او Horn كفايين انتي او أGreen لو انا بشرب أربع خمس كوبات في اليوم قهوة او الشاي مه يحصل؟ انا جسمي هيثبت انا جسمي يعني انا عملت بالعكس فهو الجسم هيثبت ومش هيخس كمية الكافيين الزيادة اللي بتدخل الجسم بتعمل شغل عكس اللي هي المفروض تدخل تعمله بمعنى ان هي بتثبت الوزن بتعمل وطق يعني هي يعني حاجة ديورتك فهو ممكن ما بيشربش معاها مية كتير فانا بنقص المية في جسمي فانا كده دخلت في حاجة تانية خالص ان المية قلت في جسمي وانا ممكن ما بيشربش معاها كتير بلاس كمان ان هي بتثبت الوزن ما فيه تقريبا بيبقى نوع كافيين بيبقى ان هو متشال منه موضوع ان هو يكون ديورتك اه ديكافيناتب بتبقى يعني عشان الناس شوية اللي هي مش قادرة تتحكم في نفسها وبتشرب قهوة كتير نعم ما بي عندهم موضوع ديورتك ده اه بيشربوا كافيين بيبقى ديكافيناتب يعني قهوة ما بيقى ديكافيناتب ما فيهاش كافيين يعني بتبقى مناسبة شوية بالنسبة لهم بس هي الاحسن ان هي بيبقى كوبية قهوة في اليوم اكتر من كده لا بتثبت الوزن اه طب والشاي بقى الشاي نفس الكلام برضو بس يستحسن ان احنا بدل نبدل الشاي الاحمر بالشاي الاخضر طب والمكسرات بقى شاي بالمكسرات بقى والحاجات اللي هما تقريب تقعدت المكسرات لا بتتخنش مش بتتخن المكسرات لا بتتخنش المكسرات لو اتخدت بالكمية صح مش طبق مكسرات او انه احنا قاعدين بنااخد مكسرات فيها بروتين فيها بروتين فيها كل حاجة وبدوهم سحية بزاك اللوز تقريبا كمان اللوز فيها والسوداني والعين الجمل يعني احنا ممكن بدل ما ناكل فينا ساعات بتزهق من السناك بتاع الدايت او السناك حتى لو ما بيعملوش دايت من الفكهة او ان هي تاخد حاجة فيها بروتين او كده ممكن نبدلها بمكسرات مكسرات زي ايه على فكرة احنا الكاجو ممكن ناكله في الضايت بس سبعة منزلتش عن كده عشان فيه املاح مش كده او املاح وهو تقيل الفوزدق ممكن ناكل خمسة وعشر واحدة اللوز ممكن ناكل من عشرة الاربعتاشر سناك رقم فردي شفتي اللي هو خمسة وعشرين رقم فردي لا تماع عشرة واربعتاشر السبعة وعين الجمل ممكن ناكل منه اربعة ممكن كمان ناكل من البندق عشرة فهي المكسرات السوداني ممكن ناكل منه عشرين فالمكسرات مش غلط المكسرات صح ممكن نحط اسناك انا عايز اختم والله وعايز اكامل معاك ان انا فعلا بحب مواضيع التغزازي جدا بالنسبالي يعني حاجة بحبها جدا وبجدا استفدت جدا جدا منك النهاردة بجد وكننا وصفين جدا معاك النهاردة مرسي وللأسف ذي كانت نايت حلقتنا النهاردة مرسي شكرا وللأسف ذي كانت نايت حلقتنا النهاردة استنونا في حلقة جديدة ببرنامج اكزخانة مع روان تامر